الخيانة صعبة دايما فهاش كلام بس اكيد احنا برضو طباعنا مش واحدة يعني اللي انا هعمله غير اللي انت هتعمله غير اللي انت هتعمله غير اللي انت هتعمله غير اللي بنت خلتك هتعمله هكذا احنا مختلفين وكل واحد فينا ليه طباعه ورد فعله وسياسته اللي بيتعامل بيها في المواقف اللي زي دي بالزبط بقى هو ده موضوع حلقتنا يلا بينا بقى اجمل ناس في الدنيا سريعا برحب بكم و3 ثواني برضو اقول لي الجديد اللي بينضمنا يعرفنا بنفسه بس عشان ارحب به ويلا بنا نبتدي وكل واحد يكتب لنا في التعليقات لو اتخان رجل او امرأة بصراحة ويخلي صادق معانا هيعمل يا نبارة كل تعليقاتكم عمتا نبدأ ببرجي مش عشان هو برجي بس عشان هو بداية الابراء غزبا عننا برج الحمل الناري رجل او امرأة المتوقع من برج الحمل هو لا بتاع مسامحة ولا ليه صبر ان هو يردها لك اوي هيسيبك ومش هتلاقي يعني هيسيبك ويمشي اي نعم هيتعصب عليك لو رجل ممكن يضربك ده اكيد ممكن يعملك عهات مستديمة لو ست ممكن تمد ايدها عليك مفيش مشكلة في الحالات دي عادي هي ما عندهاش اي مشكلة لما توصل معها للزروة ولكن رد الفعل المتوقع من هذا البرج ان هو بيرحل من حياتك وهيقلب الترابيزة وقلنا ان هو بيقلب الترابيزة على الجميع وعلى اي حاجة وعلى اي وعلى اعدائي واللي يحصل برج الطور ممكن يسمحك بس يفضل شيء لهالك ممكن يسمحك عشان العيال عشان ما يشمتش حد فيه عشان الظروف عشان 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 وخاصة المرأة الطور بالذات لو انتو متجوزين ممكن تيجي على نفسها ولكن ما تنساش مش من الابراج اللي تنسى ولا تسامح هي ممكن عشان عقلانية او عشان هو عقلاني مش عايز يفرح حد فيه او مش عايز يهدم البيت او الكيان الكبير وعلى فكرة احنا في حلقة النهاردة مش قصدنا الخيانة الكاملة يعني الخيانة بكل عنوعها بنظرة بكلمة بغمزة بهمسة بلمسة كل دا يندرك تحت عنوان الخيانة تعالوا نشوف الجوزاء الجوزاء رجل او امرأة لا لازم يديك اه ممكن يردها لك بس الجوزاء في البداية هتحس ان هو هيخونك مع طوب الارض ولكن بيبدأ الموضوع يقل مع تدريجين ولكن الجوزاء سريع في المواقف اللي زي دي ممكن يردها لك في نفس ذات اللحظة برج الجوزاء صعب ان يسامح صعب ان هو يسيبك من غير ما يديك لا يحاول من الابراج اللي تحاول ان هي تردها لك ممكن بقى ضعف اكتر وممكن اقل شوي ولكن اللي احنا متفقين عليه ان الجوزاء رجل او امرأة لازم هيحاول ان هو يديك خليني برضو اقول الحلقة دي ونوعية الحلقات دي بتكون مهمة ومطلوبة اوي لكتير من جمهور يعني المواضيع اللي زي دي كالعادة لو انتوا شايفينها مهمة ممتعها تفتحت يبقى دوسوا ديسلايك شايفين العكس دوسوا ديسلايك ويا ريت الناس اللي بتدوس ديسلايك تقول لنا السبب يا جماعة ليه لو في مشكلة نعالجها انا ما عنديش اي مشكلة والله بالعكس انت كده بتنصحني لما تديني دوسلايك بس تقول السبب عشان لو في مشكلة عندي ابدأ ان انا حط اي دا عليهم انا هسيبكم لضمركم بقى ويا ريت كمان اللي ما اشتركش في القناة اشترك محمد ابو زيد على الفيسبوك اي حد غير كده نصاب انا مليش غير صفحة واحدة على الفيسبوك محمد ابو زيد برج السرطان بقى هل السرطان يسمح نقول ان هو برجي ما بيسيبش حقه ولا سيامة في العاطفة لا ما يسمحش هل يبتعد ممكن يبتعد فترة هو السرطان رجل او امرأة هيكتعب بس هيحاول ان هو يردها لك هيحاول ان هو يسقيك من نفس الكاس هو طبعه كده ولو ما عملش كده هو ممكن ما يعملش كده بس مش هيرتاع ما يعرفش ينسى ولا يعرف يتناسى زي ابراج هناخدها كمان شوية طباعه هنعمل ليه بس طبعا عمره ما هيسمح حد برج الاسد الناري ده هيبتعد واش رجل او امرأة لو في عيال لو في كيال لو في ايه باللذي هو من الابراج برضو اللي هتقلب الترابيزة وعليه وعلى اعدائي واللي يحصل يحصل هتبصت لقيه مش في حياتك برضو بعد شوية شيتيمة مؤتبرين على شوية يعني برضو تقليل او قلة ايمة برضو محترمين ممكن يضرم ممكن لو هي انسى تطول اللي سانها عليك عادي في المواقف اللي زي دي اه انسى برج الاسد اشرص نساء الابراج زعيمة العصابة ورجل الاسد بالطبع في المواقف اللي زي دي بيطلع الاسد اللي جواه اما العزراء فهنا ممكن يسامح اول برج اخيرا هنا برج ممكن يسامح ممكن العزراء يسامح عشان ما يشمتش حد فيه عشان يحافظ على بيته على ولاده على كيانه على حياته ممكن صراحة العزراء واندي لكل حد حقه من الابراج اللي ممكن هي مش تسامح ان هي تنسى يعني وتبقى مية بردة ولكن انك عملت حاجة يعني تعدي الموضوع تكبر دماغها وبالذات الانسة ممكن فيها الطبع ده وليكل قاعدة دايما منقول استثناءات ولكن اغلب موليد الابراج هيعملوا كده يعني اللي احنا بنتكلم عن اه تسامح ممكن عشان الظروف عشان العجلة تمشي عشان ما قد منجرر كده يعني انسة او رجو العزراء ما بيغمرش او ما فهوش حدت علي وعلى اعدائي اللي فيه بعض الابراج بتمشي بيها دي الميزان بقى الميزان لا ما يسمحش لا الميزان ممكن يديك احاق ابن لازينة انه هو سمحك وتناسى او نسي وهو عمل بيخطط لك وبيحسب لك الحسابات عشان يضربك فيه مقتل الميزان ممكن بعد انت ما تعمل معه حاجة زي كده يقضي عمر كله وتلاعب بيك اقصم لك بالله الميزان كده ولو انت منخدأ فيه او شايف ان هو مش كده فقولك ان انت غلطان ولو انت برج ميزان بتتفرج عليها دلوقتي وشايف نفسك مش كده فقولك انت غلطان يمكن عشان ما تعرضتش للموقف ده اما العقرب فده الكبير بتاع الليلة بتاع الموضوع ده يعني برج العقرب يرد بالمثل واضعاف 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 العقرب لا يسامح ولا ينسحب ولا يقولك علي وعلى اعداء العقرب مايرتحش قال لما يدوعك من نفس الكاس بالضبط كده من نفس الكاس هو ده الراحة بالنسبة لبرج العقرب نطول بقى احنا مع بعض سنين طويلة ما عنديش مشكلة بس لازموا الموضوع في دماغي برج القوس ممكن يعمل حاجتين يرحل زي الابراج النارية عادي ويقولك بلاش واجع دماغ وممكن يسامح او يكبر دماغه زي ما احنا بنقول عشان الدنيا تمشي عشان العجلة تدور عشان المركب زي ما احنا بنقول كده ما تقفش يعني اه ابراج القوس ما بتحبش التعقيد عمتا بينما برج الجادي بيحب التعقيد بيحب التعقيد او رجل او امرأة الجادي برضو كبرج ترابي فيه الحتة اللي هو ممكن يعمل نفسه مش واخد باله او يعمل نفسه مكبر دماغه بس يبقى شرخ كبير قوي بينك وبينه مع بعض قدام الناس هنخرج ونلعب وندحك ونهزر ندخل البيت بقى تبدأ المعاملة الجافة مش هنسالك لو عشنا مع بعض ميت سنة انا فاكرة او انا فاكر كبرج جاد اللي انت عملته فيه وعمري في حياتي ما هسامحك برج الدلو هنا النقيد ده ممكن يسامح او يتسامح برج الدلو على فكرة من اجمل ما يميزه هو مش هينسى بس ممكن يتسامح لو بيحبك اوي لو الظروف يعني صعبة اوي ان هو يسيبك لو غصبا عنه اوي لو انت اعتذرت اوي لو الخيانة مش قوية اوي اه ممكن هنا برج الدلو يعني زي ما احنا وانا بينما برج الحوت ده من بقى رجل او امرأة بيحصل شرخي كبير اوي وما نقدرش ان نقول هيسامح او هينسى او لا برج الحوت هل ممكن يردها ممكن يردها باعتبار ان هو برج انتقامي في العاطفة واسليب برج الحوت على فكرة رغم ان انت ممكن تشوفه لازيز وجميل وخفيف ولكن البرج ده لما بيمسك حده ويحطه في دماغه هيلففه حوالي نفسه فخلي بالك برضو من النقطة دي اكتبولي اراءكم في الحلقة دي انا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها وبحب ان انا اشارككم وعندنا قناة جديدة للكورة وقناة تانية للفتفضة ياريت تنضمولها من الروابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو وكمان عندنا لايف كل ايلي على الانستجرام والفيسبوك اللي احب ان هو اشارك انها ده لايشرفني طبعا واهتو حشون والى اللقاء